في تصرح خاص لمركز الأخبار أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين نجحت في استضافة أعمال الدورة السادسة والأربعين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة والذي حظيت بإشادات واسعة في البداية أرفع جزيلا الشكر لجلال الملك المعظم وسموه وليل عهد رئيس مجلس وزراء على الثقة التي أعطو البحرين أنها تستضيف هذه النوع من الاجتماعات الدولية فعلا البحرين نجحت في استضافة هذه المؤتمر بشهادة المشاركين في المؤتمر وأنا أعتقد أن البحرين من قديم الزمان سباقة لإحتواء هذه المؤتمرات لأن فعلا سواء المؤتمرات تعلق بالمؤتمرات الدولية أو حتى الرياضية وحتى في مختلف المجالات فأعتقد أن البحرين هي فعلا قادرة على استضافة هذه الاجتماع وفعلا كان النجاح كبير بشهادة يعني في مجموعة كبيرة لأول مرة تجي البحرين وفعلا انطباعها كان جيد بل ممتاز لأنه فعلا شافوا شيء غير اللي قبل يعرفونا ترجمة نانسي قنقر